مشاهدين الكرام دكتور عبد الحميد العاني ناطق الرسمي باسمه هيئة علماء المسلمين في العراق مرحبا بكم دكتور عبد الحميد إذن دكتور موثل نظاري في لقائه مع وكالة الأناظول التركية أكد أن الوضع في العراق اليوم يعني أفضل سياسيا ووطنيا عما كان عليه في عام 2003 كيف لو توضح لنا ذلك دكتور بسم الله الرحمن الرحيم وحييك وجميع مشاهدي قناتكم المباركة المقصود هنا بالناحية السياسية الأفضل أو الحالة الأفضل هو كناحية سياسية على المستوى الشعبي الجماهيري والحراك السياسي الجماهيري الشعبي لو قارنناه في هذه المرحلة عما سبقه من المراحل الماضية نجد أن هناك تطورا نوعيا وكميا حتى على المستوى الشعبي بشكل كبير جدا وليس المقصود به الناحية السياسية على المستوى العملية أو الحكومة بل العكس الناحية السياسية على المستوى الحكومي هي في ناحية على شكل متدهورة أكثر وأكثر فاليوم الحالة الشعبية الجماهيرية حراك سياسي جماهيري قوى وطنية اليوم نجد هناك انتقال نوعية كبيرة كما قدمت قبل قليل هناك شريحة كبيرة من المجتمع العراقي ولا سيما شريحة الشباب قد دخلت على هذا الخط خط الحراك السياسي الرافض لهذه العملية السياسية وأصبح هناك كأنه إجماع أو لنستألن أكثر دقة شبه إجماع عراقي وطني عراقي جماهيري شعبي على أنه رفض هذه العملية السياسية وتلاحم خلف عديد من القوى الوطنية التي كانت منذ البداية قد شخصت هذه الحالة وأيضا وضعت الحلول في وقت مبكر من هذه العملية تحدث كذلك في هذا السياق تحدث دكتور مفن الضاري عن الوحدة الوطنية وكيف ساهمت في ضحض هذه الطائفية التي كانت في المجتمع العراقي أو فرضتها جهات معينة ما مدى أهمية هذه الوحدة في ثورة تشرين حاليا؟ بالضبط القضية الوحدة الوطنية هو المقابل للتفرق الطائفية التي كانت أهم ركيزة تعكز عليها الاحتلال ومشروعه وجميع القوى والأحزاب السياسية التي انخرطت في هذه العملية السياسية لو نظرنا إلى تاريخ العراقي منذ الاحتلال إلى الآن رأينا أنه كل المفاصل التي جرت منذ 2003 إلى الآن رأينا أنه تركيزهم على شق الصف العراقي والعزف على وتر الطائفية وإحداث فتنة بعد فتنة أولا لإجغال الشعب العراقي بهذه الفتن ثانيا حتى يكون هناك تخدق طائفي يؤمن لهؤلاء السياسيين استمرار عمليتهم السياسية الذي حصل اليوم وهذا أيضا يتعلق بما قلته قبل قضية الوعي أن هناك تشخيص أن هذا الخطر هذه المحاصصة هي السبب الرئيس لهذه المآسي التي حصلت أو حدلت بالعراقيين لذا كانت الوحدة الوطنية وأكبر دليل على هذا الوعي الجماهيري وعلى أنهم قد تجاوزوا هذه المرحلة مرحلة الطائفية ومرحلة الخطاب الطائفي ولذا رأينا جميع هؤلاء المشاركين بمختلف انتماءاتهم بمختلف أماكنهم هو كل شعاراتهم شعارات وطنية ورأينا هناك تلاحم من عدة جهات مشاركة في هذه التظاهرات سواء كانت مشاركة فعلية أو مشاركة بالمساندة أو حتى المشاركة السياسية والإعلامية لذا نستطيع أنه ولأنه ثورة اليوم هي بحق هي ثورة وطنية ولذا هذا الإجماع الوطني هذا التلاحم الوطني هو أكثر ما يهدد هذه العملية السياسية ويخيف هذه الحزاب الموجودة اليوم في العملية السياسية أيضا دكتور عبد الحميد دكتور موثن ناظري تطرق إلى قضية أو مشروع أو مخطط التغيير السكاني الذي حصل منذ عام 2003 وذكر دكتور موثن أنه يعني ازدادت هذه القضية بعد أحداث سمراء في عام 2006 ولكن ما مدى نجاح هذا المشروع دكتور؟ يعني هو إذا سألنا هل يوجد تغيير تركيبة سكانية أو ما يحبر عنه تغيير الديمغرافي هل حصل مثل هذا الشيء؟ طبعا لا ينكر هذا الأمر والأرقام والوقاع والوثائق كثيرة جدا في كل المناطق وممكن أنه إذا أردنا أن نضرب كأمثلة واضحة على الأقل ما جنوب بغداد وجرف الصخر تحديدا وبل حزام بغداد ما يسمى بحزام بغداد من كل الجهات ثم في ديالة ما حصل من تهجير وتغيير سكاني في ديالة كبير جدا إلى الآن الكثير من المدن وفي محافظة صلاح الدين وتحديدا في بيجي يمنع الأهالي من الرجوع إلى أماكنهم فأيضا فضلا عما حصل في الموصل أو في نينوى عموما وأماكن أخرى هذا التغيير جرى على قدم وساق منذ ليس منذ 2006 بل قبلها منذ 2003 لكن تصاعدت هذه الوتيرة بعد أحداث سمراء لكن نقول إذا سألنا عن هذا الرقم الكبير الذي حصل من التهجير بالملايين والنزوح لأن عندنا تهجير خارج العراق ملايين ونزوح داخل العراق بالملايين ولا يزال حركة النازحين إلى الآن موجودة داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات وكثير منهم لا يزال يعيش في الخيام في المخيمات مخيمات اللجوء رغم أنه يدعى أن مدنهم قد حررت هذه الأرقام رغم أنها كبيرة لكن إلى الآن لا نستطيع أو لا يستطيع هو العدو أو مشروع الاحتلال مشروع خاصة الإيراني هنا تحديدا لا يستطيع أنه يقول قد حقق نجاحا رغم الضرر الكبير الذي أصاب الناس لكن إلى الآن لم يستطع أن يحقق النجاح الذي يبتغيه أو الخطوة أو المرحلة التي كان يأملها ثم جاءت هذا جاءت الثورة حطمت آمالة هؤلاء حطمت هذا المشروع لأنه هذه الشعارات الوطنية والتلاحم هو قضاء على قضية الطائفية التي كانت سببا من أسباب التهجير والتغيير السكاني وبناء على هذه المعطيات دكتور تحدث دكتور مثنى أضاري عن ما يعرف بالأوضاع المعقدة والمتشابكة كما وصفها في لقائه وتتحكم فيها قوى داخلية وخارجية هل بإمكاننا تحديد هذه القوى داخليا وخارجيا التي أدت إلى تعقيد المشهد؟ طبعا الخارجيا المعروف المتحكمين بالعملية السياسية رعاة هذا المشروع اللي هو الاحتلال الأمريكي ثم بالتعاون والتخادم مع المشروع مع إيران الاحتلال الثاني للعراق فهؤلاء من خلال تحريكهم لأدواتهم كان هناك الأضرار الكبيرة التي رأينا أن تشخيص هذه الأدوات ومعرفتها لا يحتاج اليوم إلى محلل أو إلى جهة تخرج تصريحا أو تدعي أنها قد حلت لغزا أو كشفت مستورا اليوم الشارع العراقي كله يتحدث عن هذه الجهات ولا سيما الداخلية بعد أن شخصت أيضا العدو الخارجي ورأينا كيف الجماهير رفضت وأعلنت بشكل كبير رفضها لإيران وعبر هتافاتهم باللهجة العراقية إيران بر بر وغيرها رأينا أيضا أن هؤلاء الجماهير الشارع العراقي جميعا متلاحما ويصطف في هذه القضية مع العديد من ما رفعته وحددته وشقصته القوى الوطنية وهي جميع أحزاب السلطة بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية لأنه المشاركين في العملية السياسية رغم أنهم ربما أحيانا يتباكون طائفيا أو يعزفون على وتر طائفي أو يحاولون أن يغازلوا هذه الجهة لكن في حقيقة هؤلاء أحزاب السلطة المشاركين بالعملية السياسية ليس لهم مصلحة مقدمة على كراسيهم والمناصب التي حصلوها بمشاركتهم وما يترتب عليها من عقود وصفقات وغير ذلك إذن هؤلاء جميع اليوم باتوا مكشوفين وهم السبب في ما حل بالعراقيين من المآسين في آخر دقيقة أيضا دكتور عبد الحميد دكتور مثلنا حذر من ما سمي الإقليم السني وذكر أنه ليس خطرا فقط على العراق وإنما على المطالبين به ما طبيعة هذا الخطر؟ يعني أولا لابد هنا من أنه نقول أن قضية الفيدرالية أو الإقليم أو غيرها ربما البعض يسويقها تسويقا على أنها نوع من أنواع الإدارة الموضوع في العراق الموجود في العراق أو يقيسه أيضا بالمناسبة يقيسه على ما موجود في شمال العراقي اللي هو إقليم كردسان يسمى هناك خطر كبير في التلاعب بعواطف الناس من خلال هذا العرض الموجود في العراق كإقليم لا يراد منه لا قضية تنظيم لا قضية إدارة ولا كنوع من أنواع التنظيم الإداري ولا يراد منه أيضا إنقاذ العراقيين أو إنقاذ بعض فئات أو محافظات العراقية مما حل عليهم من هذه المظالم والمآسي الموجود أو المقصود به أولا هو خطوة متقدمة لتقسيم العراقي وتفتيته وترسيخ هذه القضية التي بناء على المحاصصة والطائفية وغيرها ثانيا الأمر الآخر نحن رأينا في السنوات الماضية طيلة هذه المرحلة أحزاب السلطة المشاركين بهذه العملية السياسية هم الذين في كل فترة وفي كل مفصل من المفاصل التي يقوم الشعب العراقي بهبة لإنقاذ أنفسهم يكون هناك فيها وعي دليل وعي الشعب العراقي لتشخيص هذه العملية السياسية وتشخيص هذه المآسي نرى أن هذه الأحزاب تلجوا إلى مثل هذا الأمر لإنقاذ نفسها لإنقاذ كراسيها للمحافظة على هذه المناصب ظنين بهذا الأمر أنهم بحصول مثل هذا المشروع إن تنفذ سيحافظون على وجودهم أولا وأيضا ثانيا يعتقدون أنهم ربما ستتحقق لهم مناصب في هذا ما يسمى بالإقليم الذي يزعمون أنه سيحقق للناس ما يصبون إليه من الأمن والأمان والرخاء لكن من ينظر إلى الدستور من ينظر إلى القوانين الموجودة حاليا يرى أن هناك بونا شاسعا بين المكتوب والمسطر والمخطط له وبينما يعدون الناس هؤلاء الناس به من أمال لم تتحقق شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين كنت حاضرا معنا في ستوديو رفدائنا أهلا نسأل ترجمة نانسي قنقر